تشارك مجموعة من قوة دفاع البحرين من الحرس الملكي والخدمة الطبية الملكية في مهمة سفينة الإقاثة البريطانية لمساعدة اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط مع البحرية الملكية البريطانية تقوم قوة دفاع البحرين بدور إنساني عظيم دولياً بالمشاركة في الأعمال الإنسانية والإقاثية في المنطقة والعالم ومن هذا المنطلق تشارك مجموعة من قوة دفاع البحرين من الحرس الملكي والخدمات الطبية الملكية في مهمة سفينة الإقاثة البريطانية لمساعدة اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط مع البحرية الملكية البريطانية بتوجيهات ملكية سامية وبإشراف مباشر من سيدي سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قاد الحرس الملكي يتم إرسال مجموعات تتكون من ضابط من الحرس الملكي ومسعف من الخدمات الطبية الملكية للمشاركة في عمليات إنقاذ المهاجرين واللاجئين الغير شرعيين وتقديم الرعاية اللازمة لهم ضمن عملية صوفية على السفن البريطانية المتواجدة في البحر الأبيض المتوسط وذلك بموجب تعاون مشترك بين قوة دفاع البحرين والجيش البريطاني ويتم إرسال المجموعات واستبدالها في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي حسب أماكن تواجد السفن مع مراعاة أن تتم عملية تبديل المجموعات على أعلى مستوى من الدقة علما بأنه يتم عمل دورات بالحرس الملكي قبل إرسال أي مجموعة وذلك للتأكد من جاهزية المجموعة من جميع النواحي لأداء المهمة بحرفية واقتدار ولله الحمد هذه العملية مستمرة منذ عامين ومن خلالها أثبت ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين حرفيتهم العالية في مجال العمليات الإنسانية والإغاثية وخصوصا تميز العنصر النسائي من قوة دفاع البحرين علما بأن هذه ليست المرة الأولى التي تساهم فيها المملكة البحرين في العمليات الإنسانية الطلب المهمة تواجد طاقم طبي مستعد لاستقبال اللاجئين حيث أن استمرار عمليات نزوح اللاجئين واستخدامهم للقوارب المطاطية أو الخشبية قد يبقى اللاجئ في البحر لأكثر من 12 ساعة وقد تصل إلى 24 ساعة مما يتسبب في إرهاقهم وتدهور حالتهم الصحية وخصوصا الأطفال والنساء من اللاجئين كما يقوم الفريق بالتعامل مع اللاجئات المسلمات ومساعدتهن والوقوف على احتياجتهن وتوفيرها ويقوم الفريق بفرز وتصنيف الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وعمل الإسعاف الطب اللازم لإنقاذهم وتساهم نجموعة من قوة الدفاع البحرين في عملية إنقاذ اللاجئين وتقديم الخدمات الطبية لهم حيث أنهم أظهروا احترافية عالية وانضباطا متميزا وجهدا مخلصا في أداء مهمتهم النبيلة بكل كفاءة واقتدار لأداء رسالتهم السامية المتمثلة في التسامح والمحبة انطلاقا من الروابط الإنسانية التي تجمع مملكة البحرين مع مختلف شعوب العالم ترجمة نانسي قنقر